بعد ثلاثة أيام من المدولات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبي تخرج بصيغ تفاهمية وبالإجماع على بنود أهمها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والمسار الدستوري والبرلمان القادم وإشراك المكونات الثقافية وإصدار ميثاق وطني بالنسبة لشروط الترشح للانتخابات أكدت اللجنة على أهمية أن يكون المرشح ليبيا مسلما لوالدين ليبيين مسلمين وأن لا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى وأن لا يكون متزوجا من غير ليبيا على أن يعتبر مستقيلا من منصبه في المؤسسة العسكرية في حال فوزه في الانتخابات وأن لا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاما وأن لا يكون قد سبقت إدانته بأي حكم قضائي نهائي في السابق وأن يقدم إقرارا بممتلكاته وممتلكات زوجته وأولاده داخل ليبيا وخارجها في ملف الانتخابات التشريعية ورئاسية اتفق أعضاء اللجنة على أن تجرى بشكل حر ومباشر ومتزام وأن تجرى الانتخابات الرئاسية بنظام القوائم التي تتكون من الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الحكومة وبحسب ما اتفق عليه أعضاء اللجنة فإن المشروع الدستوري سيؤجل طرحه للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية المنتخبة طبقا للقاعدة الدستورية على أن تلزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الاستفتاء على المشروع قبل انتهاء ولايتها ويشكل الملتقى لجنة فنية للتواصل مع هيئة صياغة الدستور لمعالجة النقاط العالقة والاعتراضات من بعض المكونات على مشروع الدستور البرلمان القادم سيكون من غرفتين مجلس للنواب يتكون من ثلاثة عشرة دائرة وبعدد مئتي عضو مقره بنغازي ومجلس للشيوخ يتكون من إحدى عشرة دائرة وبعدد مئة وعشرين عضوا ومقره في سبه أو طرابلس على أن يتم انتخاب أعضائهما بالاقتراع العام للحر السري ويضمن القانون تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن ثلاثين في المائة كما يضمن التمثيل العادل للشباب وذوي الهمم إلى جانب تخصيص مقاعد لمشاركة المكونات الثقافية بنسبة ثلاثة بالمئة لكل مكون كحد أقصى الضمانات هذه ستكون ضمن القاعدة الدستورية وسيكون على رئاسي أيضا بصفته القائد الأعلى اتخاذ كل الإجراءات والقرارات المناسبة لتوحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل قيادتها تحت سلطته وإتمام كافة الإجراءات بالخصوص كشرط أساسي للبدء في العملية الانتخابية من بين النقاط المتفق عليها إصدار الميثاق الوطني عبر البدء في تنفيذ مسار المصالحة الوطنية من خلال الدعوة لمشاورات عامة مكانية أو من خلال مؤتمر وطني عام متنوع المشاركة والحضور لإصدار ميثاق والتوقع عليها فضلا عن الدعوة لإصدار ميثاق شرف إعلامي بالدعوة إلى مشاورات مجتمعية أو من خلال لقاء إعلامي عام يشمل كل المؤسسات والشخصيات الإعلامية لوقف وتجريم كل خطابات الكراهية والشيطانة والتشويه اشتركوا في القناة